ترأس وزير الدولة محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس اجتماعا لمجلس دارة صندوق النظافة التحسين بعدن وكورس الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي بدل معاون لمناقشة الموازنة السنوية للعام 2023 وإقرار وتوقيع مناقصة شراء وتوريد عدد من المواد والمستزمات التشغيلية وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جملة من القضايا حيث أقرى اتخاذ الإجراءات اللازمة مخاطبة المعنيين بشأنها وضع حلول معالجات فورية وفق القوانين واللوائح الرسمية